تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران من صمعة باتجاه اعيان مدنية في خميس مشيط داخل الاراضي السعودية هذا بحسب ما صرح المتحدث باسم القوات قوات التحالف العقيدة لكون تركي المالكي وقال المالكي ان جميع محاولات الميليشيا الارهابية لاطلاق الطائرات المسيرة مصيرها الفشل فالتحالف يتخذ كافة الاجراءات العملياتية للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين